الامر الاخر هذه العجوزات في حسابات التامينات الاجتماعية من عام 1980 ليست امرا جديدا من 1980 كم مر لم امر كم ناعب موجود كم مرة نوقشت الامر الثالث مرتين يطرح الامر للنقاش ومرتين يدعى النواب لتقديم اختراحات الاخ احمد الحمد فتحت الباب لتقديم اختراحات ولا لا لم يتقدم احد باختراح واحد وبعدين يقول انا معترض معترض على شنو ما تبي تصوت لا تصوت كيفك احضر وقل ما بيصوت تبي تعتصم اهلا وسهلا خليك معتصم يا احد حقك بس تتهمنا بالتجاوز لن يسمح لك ولا لغيرك ولا الاكبر منك الحكومة راضية مراضية هذا شأن الحكومة احنا نتكلم عن انفسنا وانا عضو في هذه اللجنة والتكلم تقول تجاوز بنقول انك ما تفهم انت وغيرك اطلع واثبت حق الشعب الكويتي تقعد تتهمنا بخمسمائة مليون هذا شيء مبسيط اطلع سوى متبر صاحبي يقول هذا التجاوز هذا الخمسمائة مليون اللي راحت ولذلك كيف يمكن للتأمينات ان توفي التزاماتها بهذه المنحة بغير هذا الطريق قول لنا كيف ولذلك الاشخاص اللي يقولون كان بالامكان ان تصرف هذه المنحة بقرار هذا ايضا جهب القانون المادة الثمانين تقرر للحالات الفردية الفردية المعاشات والمكافات لحالة محددة للدكتور محمد الفارس لفلان لفلان مقاعدة انظيمية عامة تخلطون القانون بالسياسة بالجغرافيا المسألة موجهدة اذا انت سياسي وتحترم نفسك تطلع للشعب الكويتي وتكلم بشكل واضح والمسألة تحتها من امرين اما احنا غلط او انتو غلط ومن حقك ان تبني موقفك وفقا لقناعاتك لكن لن يسمح لك ولا الغيرك ولا الاكبر منك انك تطعن وتلبيس الامر وسرقة وتجاوز لا يا اخوي لا هذه ممسموحة لك بصرف النظر عن قبول الحكومة من عدمه هذه المنحة ستمر لمستحقيها قبل من قبل ورفض من رفض والخيار في نهضة الامة في هذه القاعة للتصويت شكرا وتحمل تبعاته ومسؤولياته ومن رأي العام ترجمة نانسي قنقر